لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم جميعا يارب يكونوا باحسن صحة وباحسن حال ويا سعد مساكم وعدتكم الصبحا ما نزلت الفيديو ان انا اجل لكم حاجة مهمة جدا وان ارضه جاي لكم حاجة حلوة وصفة كلها دموع انا مجلد منا مقطع البصر شريح دموعي نزلت انا ارضه جاي لكم بفايد اه كبيرة جدا ازي ان انت تقدر تستفدي من البصر في علاج امراض كتير جديد جدا زمان جدودنا ما كانش عندهم نسبة الامراض الهائلة الموجودة الايام اللي احنا فيها الوقت ولا كان عندهم الطباء ولا كان عندهم اي حاجة كانوا دايما بيعالجوا نفسهم بالطب البديل اللي هي الحاجات اللي في البيوت والطب البديل من الاف السنين كذلك الصينيين الصينيين الناس اللي هي سبقنا بالعلم بكتير جدا سبقنا تقريبا بالخمسين سنة علم بتعالج نفسها برضه بالطب التقليدي اللي هو الطب البديل برضه فالنهاردة هيالك ازاي انت تقدري تستفاد من البصل مش بس كواصفة النهاردة لا بالشكل العام فواد البصل لا تحصى ولا تعد الناس اللي عندها خمول الناس اللي عندها كسل الناس اللي عندها دعب الناس اللي عندها حمى واصفة النهاردة ستنفحهم جدا 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 لو انت جبت البصل وقطعتش اريح بالشكل اللي انا قطعته ده وجبت باطن القدم باطن القدم باطن القدم بالشكل ده ونيمت فيها شريح البصل ولبست عليها شرابك او الجورب ونيمت بها للصبح محدش يقول ان الراحة يكون شازة ولا الراحة مش هكون شازة هتشيل كل الامراض اللي انت ممكن تتخيله من جسمك دي الناس اللي عندها تعب الناس اللي عندها مجهود الناس اللي عندها حمى تعمل وصفة البصل في باطن القدم وتلبس شراب وتنم بها للصبح الصبح بتقوم ترميها ما بتستخدمش مرة تانية هو بتخسل قدميك وان شاء الله هتدعيلي وصفة تانية الناس اللي عندها شعرها ما بيتوالش وعندها كسد في نمو الشعر والناس اللي هي عندها الفروة عندها ضعيفة بتاخد البصل وتقطعه شرايح لو انت شعرك مش تقيل بتبقى بصلة واحدة لو شعرك مش يعني او شعرك تقيل وطويل بتاخد بصلتين بتقطعام شرايح زي ما نقطعتهم كده وبتاخدهم على النار بكبيتين مية وتغليهم ليوصلوا للغليان يطهروا بعد كده بتعصرهم في خلاط وبتصفيهم وبتاخد المية بتاعتهم تحطيه على شعرك لمدة ساعتين وبوسط بنيه وبعد البنيه هتضيع ريحة البصل ازاي؟ هتضيعه على اما بالبقدوني سغل بقدسو خسر شعرك به او بالشامبو عادي كما البصل بيضغله كمان الناس اللي هي بتشتكي بقى من المعدة والدماغ والعين والقلب كل حاجة كل حاجة بمجرد ما انت تأكل بصل اكل البصل مفيد جدا 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 يعني زي ما انا وهت في اول الفيديو اجددنا زمان ما كانوش اصلا بيروح للطبيب ولكن دايما كانو بيأكلوا بصل بيأكلوا طوم بيأكلوا جذر بيأكلوا خيار يعني الحاجات اللي احنا اعتدنا ان احنا نشوفها في البيوت وبنستخدمها مثلا في السلطات لا انت لوكلت البصل هيعالجك وهيقويك غني بمدوتات الاكسادة غني بالفيتامينات غني بالمعادن يعني انت عندك جوهرة في البيت اسمها بصلة الجوهرة دي اسمها بصلة لكن وصفت ما النهاردة ان احنا ازاي ان احنا لو احنا خطناه في بطن القدم اللي هنحصل منه هنعالج كسل هنعالج 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 الالتهابات الموجودة في العزام بشكل عام هنعالج الجسم ككل وكمان الحمى ربنا يشفي الجميع فاحنا لو احنا بصينا لكل اللي حاجة حوالينا منها فوائد عديدة جدا جدا وده اللي انا بحب انوها عنه دايما في الفيديو هات حاجات بسيطة موجودة واحنا منعبش فاجتها يارب الفيديو ان اعجبكم ولو بيعجبكم وصفاته شايفيني نفاة فادة مات يسونيش باللايك وشير لكل اصحاب كمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نرش المزيد ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نرش المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة